السلام عليكم ومساء النور عليكم والبنات كده يريد لبس عليكم كنتمنى تكونوا باخير وعلى خير ويلقاكم الفيديو ديالي في احسن حال في الفيديو ديال اليوم غادي نشارك معاكم واحد المشروب رائع ديال فقر الدم وغادي نشارك معاكم واحد الحوتة كنطيبوها في الميقلات هذيك الميقلات العجيبة كتجي هذي الحوتة من السماية سلام غزالة بعد ما كان نقياو الحوت ديالنا غادي نشرملوه بحشرملوه خفيفة ونبدوه على بركة يلله غد نديرو معلقة كبيرة ديال قصبور الحبوب كتعرفو القصبور الحبوب كيتوتع بززاف مع السمك وغادي نديرو شوية ديال كامون البلدي مطحون وعملقة صغيرة وشوية ديال الملح القياس ديال ناد الملح وهنا عندي عصير ديال الحامض ما توفرش لي الحامض الطريفة عملت هاد العصير هذا معلقة كبيرة وغادي ندير واحد شوية ديال التوم بودر واحد معيقة صغيرة ديال التوم بودر صافي غادي نشرم البهاد نشرمه لها دي غادي ندخل هدك التواب المزيان في ذاك السمكة من الداخل وفي ذاك البلايسليف اللي احنا عندي هنا السمك ديال فوميلو كنخدم به بزاف في المطبخ ديالي راكم شايفين شحاملنا فيديو خدمتم معكم بهذا السمكة هدك يعجبني بزاف النسمة ديالو كيجي لديد وهكذا اللحيمة ديالو بيضاء ومتواجد في السوق عندنا هنا في مارتيل صافي غادي نشرم اللحوت امزيان وغادي نخليها تروبوزة واحد شوية وندوز ونطيبوها مباشرة هنا بالنسبة بعد ما تروبوزات لنا السمكة ديالنا واحد تولد ساعة ونص ساعة على حسب الوقت ديالكم غادي ندوز دا بنفرش بابي كويسون بابي كويسون هنفرشوا في هاد الميقلات هادي اللي الصراحة كتسهل بززال طياب فراها البنات الطوب والله العادة يمزع ما كتسهل علينا هاكذا الطياب ما كان بقوش نحتاجه الفران ما كان بقوش مبرزطين مع الفران فغادي ندير واحد شوية ديال الزيت هاد البابي هادا درتوه باش السمكة غادي تسهد لي مزيان وماديش توصخ هاداك المقلة كتبقان مقلة نقية غادي تشوفوا معي في الاخر صافي غادي نصدع ليها وغادي نخلي العافية تكون مهيلة بزاف باش طيب لي هاد السمكة على خاطرها غادي ندير واحد الرشة هنية ديال الزير الزير كيتواتب بزاف مع السمكة هوا صافي غادي نصدع ليها المقلة ونخليها كطيب مدة ديال نصصاعة ونجيو نطلع لها بعد ما زادت نصصاعة هانتوما البنات الحوطة تلقات دا كميها ديالها غادي نخليوها مازال ديال تشرب اه بالنسبة للزيت ديرو الزيت البلدية انا ما كانت متوفرتش ليه فعملت غاية الزيت الرومية وصافي هنا غادي نقدموا هاد الطابق هادا مع الروز الروز بالخضراء كيفما كتشوفو راتي يجي حبة حبة البنات رائع كان نقول لكم تجربوه رايح تتوليكم في القناة هنا السمكة ديالي راها طابتها في شوفو المقلة كيف قدت نقية اه فكرة داكية هادي ديال هاد البابيكويسو وكان نقدموا الطابق ديالنا هاد الشكل هادا كتجي هاد الحوطة يا سلام كنتم لكم تجربوها بهالطريقة وقدمناها مع هاداك الروز بالخضر كيجي رائع طابق مغدي وصحي صافي هنا غادي ندوز دابا نحضر معاكم العاصر المشروب ديال فقر الدم ديجا نجربه نصرحة رائع كنتم لنا الناس اللي عندهم فقر الدم يجربو هاد العاصر تفاحة مع حبة ديال الباربة محقوكة هنا عندي الفوة لعشبة ديال فوة راها معروفة عند العطار موجودة تنسحوها وتقولوا العطار يطحنها لكم وغادي نستخدموها في هاد العاصر هنديرو الحبة ديال تفاح كيف مشتو غيقردناها حيدنا لعلى دمو صافي وغادي ندير هنا يا باربة محقوكة حكيتها في الحكاكة الغليضة باربارها طرية طازجة يعني ما طيبناهش من الأحسن لباربة تبقى ما طيباش صافي هنا قدرنا معلقة صغيرة ديال معلقة كبيرة ديال فوة مطحونة مع شوية ديال الماء وحد كاس ديال الماء هندوبوها فيه وتنديرو مصطر ديال البرتقال مصطر ديال العاصر البرتقال يكون طريعة تحناه باش كي حافظ على المزايا دياله وتحنا العاصر مزيان مكسيناه وكان هدا هو المشروب ديالنا قدمت لكم بصحة والعافية وبشيفاء لكل مريض وهدي سمكة ديالنا بعد ما طابت كانت من الفيديو ديال اليوم إنا الإعجابكم وانطلقوا في فيديو آخر ما تنسوش تشاركوا في القناة وشكرا على المشاهدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة